وسط هذه الصحار الكبرى حيث جمال الرمال والمناظر الطبيعية التي تسحل الأعين تم اكتشاف مغارة فريدة من نوعها من قبل رعيين كان يرعيان الغنم بمنطقة العرق منذ حوالي خمس سنوات اكتشفها راعي كان يرعى بالقلم من تاعه هنا ومن بعد من اكتشفها راعي هذك ندد الشباب تاع بلدي الخبانة هذو جاءوا ساهموا في المقارة هذي ومن بعد حلوها وبدوا يكتشفوا عجيبها الداخل كده تدخلها أشكال صواعد نوازل أشكال ما تخيلهاش قول ما تخزرش بعين الاعتبار ما تقدرش تخيل كما هذا وقد ما تحوز الداخل ما كانش نهاية بالرغم من اكتشاف الكهف سنة 2009 إلا أن الإقصاء والتهميش خيب أمل سكان المنطقة الذين ينتظرون التفاتة السلطات المحلية خصوصا وأنها أصبحت حديث العام والخاصة نحن نحوز عن السلطات هذه إذا كان تخزرنا بعين الاعتبار جي وتعاون ولادنا هذو وكان يجب دهان للطراب انتحاج يجب ده بالعودة وكان خمسة من الناس ولا ستة من الناس دلالي رغم كل يوم يجوه الهون ويساهموا بها ويحفروا بها بزيوين وهي مقار نطرب من السلطات يخزرها بعين الاعتبار ويجوها ويحلوها لولادنا أنا كل يوم نجوه هنا حوالي كيلو بارك منا أنا كل يوم نجوه ونخدمه إحنا نتعبوه بصاحة البلدية مكنش ضلب من السلطات يجوه لينا ويرعوا لينا شوي قد يكون هذا الكهف العجيب مستقبل النواة السياحة ببلدية لا طالما صنفت على أنها منطقة فلاحية بامتياز